أبل فترة صال خلاف كتير كبير بعالم اليوتيوب وأدى إلى تشتت بأعلاقات عدد كبير من اليوتيوبرز ولكن في الأهوانة الأخيرة عم بنلاحظ صلح وتجمع يوتيوبرز ما توقعنا نشوفهم مع بعض شيوم من بينهم بيسان ونارين واللي كشفوا حقيقة صداقتهم أبل فترة ونارين ومو ودايلر اللي شفناه بحفلة أنس الشايب بمكان واحد ولكن نور ستارس كانت غايبة عن الحفلة فكانت متوازبة أمريكا أنذاك فما قدر الجمهور يحكم هل كان في صلح بينها وبين الأطراف اللي كانت على خلاف معهم وخاصة مع نالين بيوتي ولكن وبآخر ستوري شاركته على انستجرام لما حتلى أشياء صدمت الجمهور فشو رأيكم أنتو؟ من تقصد نور ستارس باليوتيوبر اللي صارت الدراما معه؟ سؤال إشاعة حتى إذا موضوع الدراما سمعتوا عني مثلا مع حدا موضوع عن يوتيوبر معين حابين تسألوني عنه منطلقوا بالأسئلة بدي أعمل الفيديو دسم من القلب إلى القلب مركبوا واي فاي ببيتي سواء زال ما تشوفوا عالم ورائي بس هلأ عم بقرأ رسائلكن ومصدومة إنو كيف بيعرفوا هالشي وكيف عم يسألوا عن هالشي وأسئلتكن قوية قديش ترى كم سعر بيت أمك قدي دفعتي بعمليتك أسئلة 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 هل رح تتصالحي مع هاليوتيوبر هل هاليوتيوبر بتحبي أو بتكرهي كتير أمور وأسئلة من هكي حسن صلي زمان ما عملت هكي نوع فيديوهات تحمس تحمس وفي خبر آخر صرحت نور ستارز أنها حتشارك فيديو على يوتيوب جمعها بعائلة أنس وأصالة فمؤخرا قامت نور ستارز بزيارتهم ببيتهم بلوس أنجلس في الخاص كلها يعني ليش ليش كلها عاد تابعة تابعة اليوم ينزلكم فيديو أناس وأصالة اليوم بذن الله أصورة حلوها جديدة وعد